ترفرف الوحدة اليمنية بعد 32 عاماً على سارية ميلادها الأول في عدن وهي أرسخ وأمتن منذ قبل إذ تتواكب الذكرى واليمن تحت قيادة سياسية جديدة ممثلة بالمجلس الرئاسي الذي يشكل تجلياً وحدوياً في معايير تكوينه كما تتواكب الذكرى وعودة فعالية لحكومة الكفاءات إلى عدن ومباشرة المجلس الرئاسي مهامه على أرضها فور تشكيله العاصمة الموقتة عدن هي ترمو متر القياس الدقيق لمؤشرات سلامة وحدة اليمن أو اعتلالتها العارضة على صحتها وأحدث المؤشرات تؤكد أن عدن التي هي مركز الحدث الوحدوي ومكان تحقيقه في 22 مايو لعام 1990 تستعيد اليوم مركزيتها التاريخية في أن تكون مكان ميلاد الدولة الاتحادية الناشئة إذ تبدو اليمن في الذكرى الثانية والثلاثين للوحدة أقرب مسافة من حلم اليمن الاتحادي المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني والذي أجلت الحرب الحوثية موعد تحقيقه لسنوات ولئن تأجل الحلم اليمني الموعود بالدولة الاتحادية الموعودة فقد تأكد في الوعي اليمني الجمعي حقيقة أن الوحدة شرطا وجودي للدولة اليمنية المستقرة وذلك ما استدرسه اليمنيون بتراكم الوعي المعرفي من تجارب السنين ونتائجها الماثلة للعيان فيما يخص حقيقة أن أي محاولة ارتداد على الوحدة لا تعني سوى مخاطرة إعادة البلد إلى الزمن ما قبل ثورتين جمهوريتين وقد تجلى ذلك بوضوح في مساعي إعادة إنتاج يمن ما قبل ثورتين سبتمبر وأكتوبر وهي مساعي تبدو اليوم أفشل ما تكون ترجمة نانسي قنقر